هاي حبيب قلبي يوم أفكارنا كتير حلوة وخلونا مباشرة ننتقل للأفكار بداية أنا عندي هون المقصة الضفير المقصة الضفير رح نستخدمه عبارة عن قاعدة أو مسبت للتليفون بهيدا الشكل نحنا إذا حابين نتصور أو حابين نصور أو حابين نحضر عليه فينا نسبته بهيدا الطريقة وفينا نحركه شمال ويمين بهيدا الشكل خلونا ننتقل للفكرة اللي بعدها الفكرة اللي بعدها عبارة عن ملأة الحواجب بالإضافة إلى المقصة الحواجب أمرار كتير منحس أنه ضعفه ما بقى يشيله مثل قابل أو يقص الشعرات أو كمان الملأة الحواجب تحسه صار رخو بطريقة ذاكية منجي بألم أو مفك أو أي شي بنفوته بهيدا الطريقة ومنعمله هيك منشده من تحت عشان رجع يعطينا كيف كان مثل قابل يعني يعطينا على شكل الدائرة من جوه ساعة هون فينا نشيل بكل سهولة كمان رح علمكم على طريقة كتير ذكي كمان بالمقصة ضفير كيف نحنا منا نسنن الملأة الحواجب وعشان يشيلنا بكل سهولة بهيدا الطريقة منجيب أي مبرد عنا منحفو بهيدا الطريقة طريقة كتير سهلة وكمان بالمقصة اوات المقصة ما بيقص كتير منيح فكمان من سنه مثل ما بيقوله ومنحفو بهيدا الشكل بي المبرد المبرد طبعو المقصة الضفير طريقة كتير حلوة شايفين كيف هلأ خلونا نتقلها الفكرة اللي بعدها الفكرة اللي بعدها هاي دي ممكن ما بتخطر على بيل حدا وقليل ما حدا بيعرفها فحبت لكم غنى عشان ضلي ريحت بيتكن ريحتو حلوة كتير ومن ما يدخل لعندكن قبل ما يدق الباب وانت بتعدي بتصش لك شو رح تعملي رح تجيبي دي تول او اي معطر انت بتحبي بتصي بتحطي بقلب القنينة الريحة ما حدا رح يكتشفي الموضوع صدقيني وانا من الاشخاص اللي بعمله بس اسمه حدا عم بيدق الباب تص بالجو هون شو بفكروا انت هون شاطفي وريح لبيتك دي تول او جرميكس صدقوني هون ما حدا رح يعرف مصلا انا عندي هوني الصالون اه والصالون التاني رح تصفي بهيدا الشكل هون شو رح يفكرون انت بعتك شاطفي وريح لبيتك دي تول فهيدا الفكرة كتير حلوة واعتمديها بقلب بيت وكمل فيك تعتمديها بقلب حمامك يعني فيك كل يوم بتصي تصين بتضل الريحة على طول طبعا وفيكي جيبي الدواء تبعول الريحة يكون اصلي عشان بس تصي تصي تصيح دي بفكرة اللي بعدها كتير حلو هي عبارة عن الحامضة رح نستخدم نص حامضة بهيدا الطريقة شو رح نستخدمها كيف رح نستخدمها رح نجيب القسم اللي انا قصيته من تحت ورح نجيب الكردو هي عبارة عن قشة الاسنان رح ندخلها بهيدا الطريقة ورح نحط بعد ثلاثة او اربعة حسب لمتواجد عندكن ورح نسبت الحامضة اللي قصيناها من فوق بهيدا الطريقة ورح ندخل بقلبها شمعة صغيرة هوني نحنا رح نعطر البيت بالحامض ورح تعطينا ريحة كتير حلوة كأنه نحنا تصين كمان حامض بتمنى لحد هلأ كل الافكار اللي انا امقدم لكم ياه ان اتنال اعجابكن وايا فكرة حبيتوها اكتر شي كتبولي تحت بالكومنتات وما تنسوا تدعموني باللايك وما تنسوا كمان تشايروه لرفقاتكن تحتى يستفيد انا هوني عم وليع بهيدا الطريقة طريقة كتير حلوة ومجربة شايفين كيف بهيدا الشكل هلأ رح ننتقل للفكرة اللي بعدها الفكرة اللي بعدها كتير حلوة ورح تسهل علينا امور كتير بقلب المطبخ عطا نحنا بس بدنا نعمل معكرة ونوقات نستخدم علبة ونص أو علبتين حسب العيل اللي عنا هلأ انا مثلا رح استخدم علبتين من الماكروني او السباكتتي رح اهلأ هون رح جيب سجاد وفضي هون بقلبهم طبعا رح نقصها بالمقاصمة نفتحها بايدنا لازم ننتبه امرار كتير ناس بس تستخدم وحدة ونص بتحتار شو بتعمل بالبقيين انه يهلأ رح يوقعوا معانا بالفترينا واوالولاد رح يلعبوا فيه هلأ رح علمكم عهيد الطريقة وعتمديها بقلب بايتك هلأ هون انا كمان رح استخدم علبة ونص متل ما ذكرت رح نفضي النص البقيين بتمنى انك تكتبيلي من اي بلد عم بتشهديني وحتى رح بفيك بعيلتي اللي صغيرة وان شاء الله بتكبر فيكن يا رب هلأ هون بعد ما انا فضيت بقي عندي مثلا نص علبة هلأ هون انا احتار كيف بدي سبتها بطريقة زكية بالعلب الفاضي اللي انا استخدمتها باول اللي واحدة وفضيتها كلية رح ندخلها بالعلب الفاضي بهيدا الشكل وهون اذا بحل وقعت او اي حدا ولد دقاروها ما رح توقع وما رح يسرر شي شو رأيكم هيدا الفكرة كتير حلوه مهيك خلونا انتقل لفكرة اللي بعدها فكرة اللي بعدها كتير حلو هي عبارة عن بسكة الزبالة اللي عنا اوقات نحنا منشيل الزبالة بالكيس نجع منحط كيس تاني بطريقة زكية رح نبرومها بهيدا الطريقة طبعا انا هون ما عندي اتنين مثل بعض فاجبت طبعولات الزرعات رح نجيب كاسة كيس رح نحطن بهيدا الطريقة شايفين كيف ورح نجيب فينا نحط نحنا ما يقارب العشر كيس متل ما انتو بتحبوا فيكن جيبوا اربعة خمسة ستة متل ما انتو بتحبوا فيكن انتو تلونوا بالكيس هلا انا هوني رح حط التاني بهيدا الطريقة شايفين كيف ورح جيب كمان كيس تالت ورح نحطو بقلبا بهيدا الشكل هلا هوني انا رح جيب الباسكت الزبالي التاني ورح نحطو بقلبا من فوق بهيدا الطريقة رح ندخلو بقلبا بهيدا الشكل ورح نبرومه طبعا انا هوني لما برمطة رح نزبط الكيس كتير منيح طبعا انتو بتزبطوهن اكتر بقلب بايدا كون بهيدا الشكل ورح نرفع السطل الزبالي من فوق شايفين كيف قعطتنا شكل مرتب بهيدا الطريقة هلا هوني مثلا نحنا شو رح نعمل نحنا عنا نقول ملأ الكيس الزبالي عنا محارم قصص كتير وقت نحنا منحطهم بقلب للتوالات بطريقة كتير زكية مثلا نشيل الكيس ومنشاوله وبيبقى الكيس لتحت يعني بيكون جاهز من دون ما نجيب كيس تاني ونعزب حالنا ونرجع نحط كيس مرة تاني وثالثة ورابعة وخمس وهيك بتسهل علينا لامور طريقة كتير سهلة واعتمدوها خلونا ننتقل هلا للفكرة اللي بعدها الفكرة اللي بعدها كتير حلوة هي عبارة عن فرشاية طبعا هايدي الفرجاية بتيجي خصنا المص لالتنظيفات مثلا فيكينا ننظف فيهن الخاص البنادورة وخاصا هود اللي بيكون المسرسة بين او فينا ننظف كمان زواية المطبخ يلي نحنا ما منقدر اوقات توصله للي في بهذا الشكل فينا كمان نستخدمهن للحمامات للمغاصر يلي بيجوا ورا الالحنة في بهذا الطريقة شايفين كيف من ننظفهم وكمان فينا ننظف فيهن الكنابيات يلي بيجوا على هود الشكل دوائر في الكنابيات بيجوا دوائر بعيد الطريقة فينا ننظفهم بعيد الطريقة بتمنى ان افكار تنيل اعجبكم وانا هلأ صار بعد اودعكم بحبكم كتير بشوفكم بفيديو جديد اذا الله اراد باي باي اشتركوا في القناة